موقفك من قهود الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة الموعثية الأمم المتحدة بالضغط على الحوثي بإطلاق صراح الأسرة دور سلبي الأمم المتحدة تمارس دور سلبي جدا في اليمن بالذات مع الصحفيين بالذات مع ملف الصحفيين يعني حريصين على الأسرة الأمنيين والقيادة الأسكرية لكن الصحفيين يتنتقاهون بينما الصحفي يتم إدراجه في صفقات لتبادل الأسرة كان الأصل من الأمم المتحدة أن تضغط على ميليشية الحوثي أفرقوا عن هؤلاء الصحفيين هؤلاء أخذوا من منازلهم نحن أخذنا من أماكن عملنا نحن أخذ من جبهة أصلا هناك فخ كبير وقعت فيه الأمم المتحدة وكثير من المتقبل هناك رسالة لأنك انت خاركت وزملائك ما زالوا في السقود هناك رسالة للمبعوث الأمم المتحدة أو للمبعوث الرئيس بايدل أو للمنظمة والهيئات الدولية الذي خاض على الحوثي المبعوث الأممي هو المسؤول الأول والأخير عن ملف الصحفي من يدير هذا الملف وخاصة ملف المختطفين وأنا عرفت من مصادر لي هو معين شريم هو باقي لم تغير هو باقي لم تغير المبعوثين أنا أتهم معين شريم بالتواطع مع مليشيات البوثي فيما يخص مغضوع ملف الصحفيين لماذا يقبل هذه السبقات الأسكالية خاصة بأنهم يمروا بطلقه إسانية مؤلمة لماذا قبل الإفراج أن يجب أن يفرض على مليشيات البوثي أفرقوا عنهم هو يحاول التسويق لمثل هذه الإطروحات وهي إطروحات مخالفة للقانون ومخالفة لقوانين وأنظمة الأمم المتحدة أن يتم اختطافه مواطن من بيته مواطن وليس صحفي ويتم إدراكه ضمن صبقات أسكرية لتبادل الأسكريين ما بين الحكومة الشرعية والحوثيين